اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا الى الان اقول لكم ان ابل الجهاز حقها سعر فيه افضل من الشركات الثانية لان نزل الايفون 6 اس نزل بعد الايفون 7 وحدثت انت السوفتير حق الايفون 7 على جوالك 6 اس نزل الايفون 8 وحدثت جوالك على السوفتير اللي نزل مع الايفون 8 وان جهازك هو 6 اس هذا الاسطناعات هذا هنا افضل جهاز اندرويد هذا حده برضو الابل نزلت بعد الايفون 10 اس انت حدثت جهازك عليه نزلت بعد الايفون 11 السنة اللي راحت حدثت جوالك عليه نزلت السنة هذه الايفون 12 حدثت على اليوس 14 عندك 6 سنوات ابل جهازك تدعم جهازك هنا موظفين جرسين يشتغلون على شانك رواتب ابل تعطيهم كل من جهازك اللي انت شريته من قبل 6 سنوات شركات ثانية ثلاث سنوات تسحب عليك طيب خلاص من ذلك تجيني بعدين لايوس 14 تقول لي ليش لايوس 14 بطارية تتخلص بسرعة ليش حرارة في جهازي ليش قبل تسوي كذا خراب ليش ما تعدل السوفتير لا السوفتير عدل لكن هذا الحد اللي جهازك يقدر عليه يعني لا تتوقع ان جهازك تبي يشتغل نفس اداءه قبل 6 سنوات على سوفتوير نازل على الايفون 12 ما تقدر هذا ما في شركة تقدر تسوي كذا الا جن يمكن يسوي من ذلك لكن كجهاز شاري من قبل 6 سنوات ما في جهاز بالعالم لا جهاز كمبيوتر لا بي سي ما في شي تقدر تشتري وتستحدث فيه تحط عليه سوفتوير بعد 6 سنوات وتبي يشتغل معاك ممتاز وبطارية ما تخلص بسرعة وما يحمل جهاز لا خلاص انت اذا شخص تستخدم جهازك خلال 6 سنوات فالشركة عددتك سوفتوير على يوس 14 صح بس انت لازم تحسب حسابك ان الشركة وكل العالم كله يقول انك شخص تستخدم جهازك تفتح واتساب وانستغرام وتطلع منه بس ما تستخدمه لحق الاشغال الثقيلة لانك اذا كنت تستخدم لحق الاشغال الثقيلة ما رح تجلس معها 6 سنوات يعني انا خلي مثلا امي تستخدم لايفون 6 عادي عندها السخن الجهاز ما سخن تشحن في اليوم مرتين ثلاث مرات عادي عندها ما رح تلعب في باب جي ما رح تسوي في الاشياء تفتح الواتساب وانستغرام وتسكر الجهاز تجس معك سنوات عادة لكن الان حان الوقت انه قبل توقف حان الوقت منزمانة انه كنت انتظره من الـ iOS 13 الاشخاص اللي موجوديني عنده في الغناية يذكرون كان فيه فيديو منزل انه خلاص iOS 13 راح يوقف عليه وتكلم تنطلعت السياربات دي كل فترة بعد الشخص تحكي وقول لهو iOS 13 نزل على iPhone 6S ونتقلت ما ينزل وهناك بررت لكم ليش اذا انت متى يتطور ونتجالس على جهازك الغديم 6S مكفي وموفي عندك iOS 13 يكفي ووفي عندك تبي ميزات لحق الدام احنا برضو نبي ميزات لحق برامج جديدة يعني تخيل انه انت من النوع اللي قاعد عندك جهازك الآيفون فورس وإلى الآن تبيل iOS 14 تخيلل iOS 14 اللي الآن ينزع الآيفون فورس ما راح نشوف PUBG ما راح نشوف الألعاب كل فيديوتي ما راح نشوف الألعاب القوية اللي نزلتها الآن إلا يوم وقف دلجهاز عن الدعم لأنه إذا وقف الجهاز ده عن الدعم خلاص تفتح المجال الجديد لحق المبرمجين انه ينزلون برامج جديدة على iOS 15 مثلا إذا نزل iOS 15 قبل حكرتهم المبرمجي قلت لكم كي على iOS 15 هذه اللي الجهازة اللي تدعم من iPhone 7 من الطالع في قفزة جديدة جاية تخيل انت بعد أربع سنوات أو خمس سنوات اللي جهازة اللي موجودة تدعم من iPhone XS أو iPhone 11 مثلا شوف القوة في iPhone 11 ولجهازة اللي بعدها iPhone 14-15 قدام في المستقبل تخيل دل انحكار في iOS لحق ذلك اللي جهازة تخيل قوة البرامج اللي راح تكون عليها صح في ذلك الفترة راح ينزلون iPhone 60 وiPhone 20 لو نقول قدام وعندك الجهاز iPhone 20 تبي برامج قوية متر راح تشوف البرامج القوية لازم يوقف دعم لجهزة القديمة ان المبرمج ما راح يدعم لك iPhone 3GS يعني تخيل ان الان المبرمج قبل تجبره انه يدعم iOS 7 الجهاز كيف راح يدعمه في البرنامج هنا نرجع على سالفة الشركات الثاني لاندرويد هناك لاندرويد يشقل على اي جهاز على اي نظام قديم عندك ويشتغل البرنامج طيب البرنامج ما راح يكون اداء القوي هناك أبل تحكر مبرمجين على هاردوير قوي موجود على iOS 15 شالجهزة اللي تدعم هذي الاجهزة اللي موجودة حلو اجهزة اوكي سجل غديمة شوي تتعب لكن افضل من اللي الان موجود عندنا iPhone 6S يسوي يدعم نازم نبدأ جيل جليد من البرامج ويقاف دعم لاجهزة القديمة هذا يدل ان فيه جيل جليد راح تنزل من البرامج قوية بعد سنة سنتين عادي ننتظر ليش تخلي مبرمج ان ينزل البرنامج ما يدعم الجوال القديم يدعم الجوال القديم ومعنى الجوال القديم على نفس الـ iOS يعني ليش اخلي شركة تنزل مثلا Filmmaker مثلا عندي برنامج او Dole Take لحق الكلمرات كلها تشقل تصوير فيديو لازم يقول لك تدعم الايفونات الجليدة من 10S وال11 وال12 في المستقبل خلاص ما يحتاج يقولون ذي الشي وقف دعم لحق الأجهزة اللي تحت بعد ثلاث سنة وتربعة سنة وتخلاص يبدأ جيل جديد هذا الشيء اللي نحتاجه فالتطور لازم يقافي لجهزة القديمة علشان يبدأ جيل جديد ارجع وقل لكم مرة ثانية ومرة ثالثة لو السوفتيرات الى الان تدعم هذه الاجهزة ما وصلنا للتطور اللي الان فيه وللان القوة اللي موجودة في الايفونات هذه الجديدة ما راح نوصل حق قوة التطور لما نتوقف الاجهزة القديمة علشان يبدأ الجيل الجديد لان الجيل اللي الان يعني يعني بعد سنة او سنتين ينزلوا برامج قوية هنا يجي لي شخص ينزل السوفت وير الجديد اللي بعد سنة سنتين على ايفون ستن وينزل البرامج القوية هناك ويجي يكلمني يقول لي ليش البطارية تخلص بسرعة ليش الجهاز حقي يقطع طيب اخو جهازك خلاص على هذا اخر عمره مبرمج شي يبيه سوي له هذا حد الدعم عندك ليش قبل تسوي كده مش قبل انت تخيل ان مثلا هذا المعالج عندك معالجك من ست سنوات يعني التقنية تتجدد كل شهر شهرين التطور التقنية نعطيك اياها يعني اقل شي سبع شهور تطور جليد في التقنية ينزل خلال سبع شهور تقنيات جليدة معالجات جليدة قوة انت لأ جهازك عمر المعالج حقيق ست سنوات يعني كن عندك سيارة وحط فيها غراض ورافعه وحط يعني تحديثات قوية مثلا كالجوال عندنا معالج الايفون على وقته افضل معالج موجود في السوق هذا قبل ليش بسوي المعالج قوي عشان يعطيك دعم قدام طيب خلاص يعني ما تقدر انت تحمل السيارة اغراض كثير عليها وما تبيه تصرف بنزين وما تبيه تصير بطيئة هذا الحد هذا الحد المسموح اللي فيه فانت لازم تاخذها من دلجها ايفون 6 اس من 6 سنوات حط عليه نظام جديد في الوجوتس وفي الاشياء دلجريدة اللي موجودة فيه وفي القوة اللي موجودة فيه الحمد لله أنا ما فقدت ذاكرة العمر ظل في الاجهزة خلاص يعني لو أوريكم الكلام اللي وصلني يجلي سخص يقولي أبل هذي تسرقنا لا أبل ما تسرقك أبل ما قدتك وصبنا عليك تعالي شتر الجوال انت أصلا كان تنبهر ان جهازك دعم 6 سنوات تابي أبل تكتب لك في العلبة ان لازم بس جهازك رح يدعم 5 سنوات لا ما رح تقول لك كذا تقول لك أبل ما رح يكون نفس الشركات الثانية ثلاث سنوات في الاندرويد رح نعطيك الدبل رح نعطيك أربع إلى خمس سنوات الحمد لله يعني يبجي لك شخص يقول لك نوكي اللي هي نوكي اللي الآن يشتغل أيولا ايفون رح يشتغل ايفون 6 اس اللي عندك رح يشتغل ما رح يوقف ايفون 3 جي اس 3 جي اس والله يشقال بس البطارية مخلص أنا يعني لتحسب ان الشركة رح تسرق الجهاز منك توقف الدعم عقل السنة جاية تقول اوكي نرسل لك كود نفجر الجهاز ولا نخليه يختفي لا ما رح يختفي يشتغل جهازك حتى الفلاش والله يشتغل اذا كان فيه فلاش ده ما في فلاش الايفون 2 جي هذا اول جهاز نزل من افض اول ايفون عليه الايو 6 ري تغريبا لكن لازم يحطه على الشاحن عشان شغله لكن شغال عندي افتح تشتغل كاميرا صور البرامج مش كلهم يشتغلون يمكن اثنين وثلاثة من اللي عندي من الناسين يشتغلون لكن شغال يعني انوكي تشتغل عندك انوكي يشتغل انه ما فيه برامج البرامج الرئيسية رح تشتغل هنا البرامج الرئيسية شغالة فما اقول لك ان الشركة بتوقف الدعم حقك خلاص ما رح تقرر تستخدم الجهاز لا تستخدمه الواتساب عندك البرامج الثانية رح يتم دعم فيها حتى مثلا توقفت على اليوس 14 نزل السن الجاي اليوس 15 لا تحس بالبرامج مراح تشتغل عندك رح تختفي لا تشتغل البرامج عندك لكن انت وصلت لدرجة عميل تستخدم جهازك سبع سنوات السنة الثانية ،معرف ان البرامج اللي عندي رح تشتغل لكن انت ما تبي الميزات الموجودة ما تبي الميزات الجيدة رح تنزل فاجهازك رح تشتغل علي البرامج الفيس سنوات مش كل الأداء مش كل الميزات لكن السنين الثانية والسن اللي بعدها رح يشتغل عندك عادي يعني أنا واحد من الشباب عندي إلى الآن عنده الايفون 6 تقريبا أكلمة مكلمة صوت فيستايم ما عنده ليش ما عنده الفيديو برنامج حقه والفيستايم اللي عنده ما أحدث مدري على أي سوفتير جالس عليه يقول شقال عندي ما بيحدث قدام خوب كيفك بس شغال عند الجهاز أقدر كلمة فيديو فيستايم كل شي جهازك شغال على الانترنت بعد سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات بعض البرامج وقف دعهم صح لكن خلاص عمر الجهاز عمر جهاز افتراضي هذا عمره خلاص يوقف تقدر تستخدم فلاش أو شي لكن لا تتوقع أنه بيمر علي مش لازم دعم تحريثات لأنه أنت ما تقدر تحمل جهازك أكثر من طاقته معالجك هذا حد توقع طولت السالفة وتوقع أنه فهمتوا ليش أنا مستانس أنه لا يوسف تليمون وإن شاء الله يكون ذالشي أنا مش قصدي أنه إن شاء الله أنه جهازك وخلاص يخترب إن شاء الله يكون هذه الشي لأنه لن تسبب لكم أي شي وإن شاء الله يكون هذه الشي علشان أنه جهازكم يتم شغال يعني الـ iOS 15 أتوقع إذا جاء الخبر هذا صحيح أن الـ iOS 15 ما رح يدعم iPhone 6S أعرف أنه فيه ميزات قوية في الـ iOS 15 ما رح يقوى عليها iPhone 6S هذا شيء حلو لنا الأشخاص اللي عندهم iPhone 6S شغال عندهم iPhone 6S WhatsApp رح يتم شغال السنتين أغل شيء تقريبا رح يدعم عندك إنستجرام رح يدعم عندك PUBG لأن الجهاز اللي الجالس عليه أنت موش لحق لأشي لكن بريد مبريد رح يشتغل عندك الكاميرا رح تشتغل مكلمات رح تشتغل ما رح يوقف شيء أتمنى فهمتوا وجهة نظري وأتمنى فهمتوا ليش إني أبي يوقف الدعم حق الجهاز عشان نشوف التطور في البرامج اللي قدام ففي نهاية الفيديو تنسونا اشتراك بالغناة واشتراك بحسابي سنبتشات تشرب رضبطكم وعمل ليك المقطع ونشر المقطع ولا تنسوني من فاضل دعاكم ما تدعون علي مني قلب الشيء بررت لكم هنا أوكي والسلام عليكم